اوكي لاتس جو نشترك في القناة ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة من غير اتأخير خلا نبدأ ونشوف مواصفات الفيفو في سيرتين نبدأ مع بعض باستعراض محتوىات صندوق الجهاز طبعا عندنا الجهاز عندنا كفر شفاف كتابة التعلامات شحن بقوة 80 واط بالاضافة لكابل الشحن بالاضافة لدبوز الشريحة نجي بعد كده لاستعراض المواصفات الرئاسية للجهاز الجهاز بيجي بوزن 180 جرام وبسمك 7.5 ملة خامة الجهاز من البلاستيك الضهر والفريم ومن الامام الشاشة الاموليد اللي بمقاس 6.78 من مية بوصة تردد 120 هرتز بدقة 1.5 كيو وابعد 29 وكسافة بيكسلات 453 بيكسل في كل بوصة استحزع نسبة 91% وينواجهة الجهاز الامامية وبسطوع بوصة ل2800 نتس وبتدعم الـ HDR 10 بلاس وعلى طبع حماية اسمها شوت ألفا مخصصة او تم تطويرها من شركة فيفو شاشة ممتازة زوايا الرؤية والتشبع والألوان الممتازين مش هتلاحظ معي مشاكل شاشة منحنية من الجنبين اتمنيتها لو شاشة مسطحة لكن زوايا الرؤية والتشبع والألوان ممتازين على هذه الشاشة جهاز بيجيب أندرويد 14 واجهة فانتتش 14 ومعالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين سري معالج بدقة تصنيع 4 نانوميتر وبتردد بوصة لـ 2.63 من 100 جي جي هرتز معالج رسومات أدرينو 720 معالج مناسب في الفئة السعرية وتوقعتنا أن الجهاز هيبقى في سعر الـ 400 دولار لكن لم يتم الكشف عن سعر الجهاز بشكل رسمي لكن حسب التسريبات سعر الجهاز هتروح من بين الـ 400-450 دولار يعتبر معالج مناسب في هذه الفئة بيقد بشكل ممتاز الجهاز بيجيب عدة نسخ من الرام والتخزين 8 مع مية 28 نسخة 8 مع مية 25 نسخة 12 مع مية 56 نسخة 12 جي 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 رام مع 512 جي جا زكرة تخزين بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية بعدستين كلها عدستين 50 ميجا بيكسل الأساسية فتحة عدسة 1.9 وبترم خاصية تثبيت الصورة البصر كاميرا التانية 50 ميجا بيكسل الترواية بزاوية 119 درجة كاميرا بتصور فيديوهات فوركيب 30 اطار و 1080 ب 60 اطار وموجود كمان رينج LED فلاش اللي بتسميه شركة فيفو أرورا لايت كاميرا السيلفي 50 ميجا بيكسل ايضا بتصور فيديوهات 1080 ب 30 اطار فاتحة عقسة 2.0 وعندنا دول فلاش امامي والكاميرا بتدعم وضع الـ HDR وللأسف الجهاز بيفتقد للسماعات الاستيريو ودي اكبر عيب شفته فيه الجهاز وكمان بيفتقد لمانفه 3.5 ملل خاص بسماعات الازن ولا يدعم تركيب كارت زاكرة خارجي لكن الجهاز بيديم شرحتين 5G ودعم مقاومة الماء والغبار IP54 دعم رشاط الماء مش اعلى معيار طبعا لمقاومة الماء يعني بتحمل المطر واقعة في الماء خفيفة يقدر يتحملها الجهاز واي فاي سيكس بلوتوس 5.4 جيبي اس مزدوك دعم خاصية NFC بصمة الجهاز مدمجة في الشاشة من نوع اوبتيكال سريع ممتازة ودعم الميزة التعرف على الواجه باستخدام الكاميرا الامامية نسبة لبطارية الجهاز 5000 ميلا امبير شحن سريع 80 واط وزي ما قلت لم يتم الكشف عن سعر الجهاز بشكل رسمي تفاصيل اكتر ان شاء الله في الايام القليلة القادمة دي كانت كل المعلومات الخاصة بجهاز الفيفو في 30 اتمنى في النهاية رب بكل فيديو عجبكم لو عندك اي سؤال تسوي في خناة التعليقات في النهاية ما استاش تدعم نشترك في القناة وليك للفيديو اشتركوا على الاخير الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة